ترأس وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وفد دولة الكويت إلى مؤتمر بروكسل الدولي الرابع لدعم مستقبل سوريا ودول المنطقة الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع بدعوة مشتركة من الاتحاد الأوروبي ووكيل الآمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ والقى الشيخ أحمد ناصر المحمد كلمة دولة الكويت في هذا المؤتمر اشتركوا في القناة سادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجتمع اليوم في ظل ظروف صحية بالغة الدقة إثر تفشي فيروس جائحة كورونا المستجد والتي لا زال العالم يعاني من تبعاتها وارتداداتها على كافة الأصعدة وأود في هذا السياق أن نتقدم بالتعازي الحارة لضحاء فيروس كورونا المستجد داعي المولى عز وجل أن يشفي المصابين في الغريب العاجل وفي ظل هذه الظروف الصعبة نشهد ارتفاعا لوطيرة الطرابات الإقليمية والدولية والتي يدفع ضريبتها اللاجئين والنازحين من الشعب السوري الشقيق والذي بلغت اعدادها ما يفوق 13 مليون نازح ولاجئ واستشعار لحجم المعاناة التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق بدلت دولة الكويت على مدار العشر سنوات الماضية جهودا إنسانية كبيرة تمثلت في استضافتها لثلاث مؤتمرات للمانحين وشاركت في رئاسة مؤتمرين لاحقين علاوة على مشاركتها في عدة مؤتمرات لاحقة يضاف إليها مؤتمرنا المنعقد اليوم وساهمت خلال تلك المؤتمرات بمبلغ 1.7 مليار دولار أمريكي مثمنا عاليا كافة الجهود الدولية المبذولة تجاه هذا الملف الإنساني مقدرا الجهود الحثيثة التي تقوم بها دول الجوار السوري الأردن لبنان العراق مصر وتركيا باستضافتهم للأشقاء من اللاجئين السوريين مشيرا إلى ما قام به كل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومؤسسة الكويت التقدم العلمي بالتوقيع على مذكرتي تفاهم مع تلك الدول المستضيفة للاجئين من الشعب السوري الشغير بغية تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين السوريين في تلك البلدان في إطار المنحة التي أعلنت عنها دولة الكويت في الختام نود التأكيد على أهمية تفعيل قرارات مجلس الأم ذات الصلة وبشكل خاص القرار 2254 والقرار 2401 ودفع الأطراف المعنية للتعاون مع المبعوث الأممي إلى سوريا السيد جير باترسن الذي يبذل جهودا مثمنة ومقدرة في هذا الإطار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة